يستاذ أحمد من اليوبيا يا يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام علي حتكاتف يستاذ أحمد الله يبريدك فيك يا دكتور اتفضل انا عندي سؤالية انا كنت حالف على والدي قلت له علي الطلاف بالتلاتة منا وكل هنا انت كده ما قولتش علي الطلاف بالتلاتة لو قلت مرات تكون كذا منا وكل هنا ورجعت كل طيب ده ده اول اول سؤال وربنا يسمحك قلت ايه علي قلت علي قلت السؤال التاني طيب انا كان بس من شنف على طريق الهوى وكد تعدي رقم تليفون حضرتك يعني عايز رقم تليفوني حاضر عيدوك رقم تليفوني دلوقتي في كنترول بس خلينا اقول لك حاجة بس انت ربنا يسمحك ما للاكل والشرب بالطلاق الله يسمحك يا حج احمد الله يسمحك فانت لو قلت علي الطلاق وروحت اكلت بعد ما قلت علي انت لسه معي يا حج احمد ولا لا لو معي خليه خليه كلمني تاني اللي اسمح طب انا عادي اقم تليفونك ما حاضر ما يدهولك بس خليك معي الاول ما عايز اسألك عايز اسألك التعامل انت انت مدخل الطلاق في الاكل والشرب لا يعني دخل دخل الطلاق في العيات بتروح في الحمام الله يسمحك ايه دخل الاجل والشرب اسمك ربنا يتوب عليك انت يا حج احمد طلق قلت علي الطلاق ده كم مرة ان انا قلت مرة واحنا لابويا بس لا في حياتك كلها قلتها كم مرة حادي كلها مش مش كتير ما بقطرهاش يعني مش كتير والله العظيم زي الملح كده في الطعام لا خلاص بقى انت ايه تعال لي على التليفون بقى يعني لان انا يعني عن طول مع بعض بقى لان احنا بالمناسبة يا سيدة انا الكلام ده لحج احمد وليكم احنا ما منتكلمش في ان انت قلتها مرة وانا ما بكترش في المرة دي وانت كتروح تيس عليها انت في الطلاق احنا منحق في مرات الطلاق مرة 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 يعني منحق في كل مرة قال فيها علي الطلاق وفي كل مرة قالت كوني طالق وفي كل مرة قالت احرمي علي وعشان كده مسألة الهوى ما بيبقاش متاح قوي لمسائل الطلاق وعشان كده خد الرقم التليفون او تسعة مرة سبعة حج احمد وان شاء الله نتواصل بس خد رقم التليفون وما يدولك دلوقتي